ما الحكم في امرأة أدت فريضة الحج في العام الماضي ودفعت فلوس الهدي إلى رجل من من معها وذلك لكي يزمع الفلوس ويذبح ولكنه نسي ولم يذكر اسمها في الكسف الذي كتبه عند الذبع وبعد العودة إلى مكة بعد أيام تذكر ذلك بعد أيام منه تذكر ذلك وأرجع لها الفلوس فسأل شيخا في مسجد بزوار الحرب فقال له تصوم عشر أيام وقد صامت بعد الرجوع إلى وطنها فهل فقط عنها ما كان واجبا جزاكم الله خيرا الواجب عليها أنها ذبحت ولو بعد أيام التسريق ويكون هذا من باب القضاء فإذا كان الرجل لم يذبح عنها وأرجع إليها نقودها الواجب عليها أن تشتري ذبيحة وأن تذبحها في مكة إذا ذهبت إلى مكة أو أن ترسلها معا فانتهق به يستري ذبيحة ويلبحها في مكة ويقول لالف قضاء ولا يكفي عنه الصيام أدامت قادرة على الزبط ولو بعد مضي الحج تذبحه قضاء ناس جزاكم الله خيرا وأحسن عليكم